حضور التلاميذ صباحاً بالبرد القارص للتعليم هذا أكبر موقف واجهته وللغيته صعب أسمي كمال الحسن الآن مدرس في مدرسة تطوعاً في مدرسة السكري كنت عمري 27 عام وأسسناها أننا تقريباً من شيء أنا بلشت في المشروع هذا من شيء سنة ونصف التعليم للطلاب يعني محو الأموية هذا الهدف الرئيسي والهدف الثاني يعني تعليم القراءة والكتاب والحساب والمبادئ اللي يحتاجها الطالب في حياته تبع المدرسة بيصير بهم شتى ومطر تصير تنقض على الطلاب وعلى المدرسين عم دوام غامي من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة داعش ونصف يعني هلأ غرغم جميع اللي عمات عاني بها المدرسة من ضعف إمكانيات فيه أغبال كبير من قبل التلاميذ على تعليم والله نستخدم كأنه كان الطلاب جاتين عن الأرض عبارة عن اللوح صغير وأقلام ودفاتر للتلاميذ ما عدنا نرام إلى كتب ولا أي شيء كان للطلاب ورسوك اللوح والله أكثر موقف صعب واجهته بالمدرسة هو حضور التلاميذ صباحاً يعني بالبرد القارس للتعليم هذا أكبر موقف واجهته وللغيته صعب الخيمة عم تنتي علينا مي لأنه مشقوق الشواتر ناقصة كنا شهر ونصف باركين على الأرض قام جابونا مقاعد ولازمنا قلام قلام للوح بحبه كتير بحب الأستاذ والأنسي عنده عشرين صديقة بحبهم كتير لصدقاته ولا وحدي كلهم بحبهم بحل ما بصير أنسي بعلمها الطلاب والأطفال كنا نجل تشهر بينما أنسي بعيدا قمناة يوم اشتركوا في القناة